صراعة تتصاعد وتصريحات بكل اتجاه وتخبط في التعامل مع ملف الحكومة التي تنتظر إقرارا برلمانيا لا يقترب أوانه إلا بقدر ما تبتعد إمكانية تحقيقه على امتداد الأيام الماضية واصل محمد توفيق علاوي حواراته مع الكتل السياسية كما أجرت بعض الكتل لقاءات واجتماعات فيما بينها في محاولة للتوصل إلى توافقات بشأن الحكومة انتهت كلها من دون أي تقارب ما دفع علاوي إلى تقديم طلب إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتأجيل الجلسة التي كانت مقررة السبت إلى يوم الأحد على أمل حصول تفاهمات تماثل طوق نجاة لحكومته التي يبدو خبر وفاتها اليوم أقرب من خبر ولادتها الحلبوسي الذي ينتمي للمعسكر الرافض وافق على طلب علاوي ليواصل الأخير محاولات الوقت الضائع لكسب دعم الكتل المعارضة في مشهد يزداد تعقيدا وخلافات وانقسامات تؤشر صعوبة موقفه واتساع الفتق على محاولات الرتق التي تجري في غرفة عمليات موبوءة بالتنازع المصلحي وانعدام الثقة الأمور بدأت تتفلت من يد علاوي وداعميه يقول نواب مشيرين إلى أن الحوارات الحالية وصلت إلى طريق مزدود تقريبا وأن علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الكرد حتى الآن كما أنه أخفق في حلحلة الأزمة مع تحالف القوى بينما فشلت جهود الكتل الدائمة له بإقناع الرافضين الذين اتسع معسكرهم مع انضمام كتل شعية في مقدمتها اتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي يأتي ذلك وسط حديث عن مرشحين بدلا قد يتم طرحهم خلال الأيام القادمة بعد طي صفحة علاوي صفحة أخرى في كتاب العملية السياسية الذي احترقت كل صفحاته على يد الثواد الرافضين لحكومات الفساد والعمالة وأحزابها وهاهم يعدون لمليونية جديدة لدق المسمار الأخير في نعش حكومة علاوي